بحث رئيس عبدالفتاح سيسي خلال استقباله رؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات النفطية الأجنبية في مصر أعمال الاستكشاف وتنقيب الجارية في الحقول المصرية بالبحر المتوسط ودلتا النيل الاجتماع أسفر عن تشكيل تحالف بين الشركات إيني الإيطالية وبريتش بتروليام البريطانية وروزا أتم الروسية لتسريع الانتاج وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال توفير منخ ملائم للاستثمار إعادة تأهيل البناء التحتية تصميم على تخطي كل معاوقات كلها خطوات تتخذها مصر في الطريق لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية والغاز الطبيعي وبعد سلسلة من الاكتشافات النفطية العملاقة في البحر المتوسط ودلتا النيل لن تكتفي مصر بإنتاج ما تحتاجه من النفط والغاز بل تسعى إلى تحول لمركز إقليمي ضخم لتداول الطاقة وهو ما أكد عليه رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعيه برؤساء كبريات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بمصر لقاء يؤكد على حرص كبرى الشركات العالمية المشاركة في قطاع البترول والغاز في مصر والتأكيد على استمرارها في ضخم مزيد من الاستثمارات الجهود المصرية في مجال صناعة النفط والغاز توجد بإنجاز جديد بعد أن نجحت في تشكيل تحالف بين أكبري شركات العالم وهي الشركات إني الإيطالية وبريتش بتروليوم البريطانية وروز نفط الروسية تقود مصر حاليا مرحلة جديدة في اكتشافات الغاز ليس فقط في حقل ظهر ولكن أيضا في حقول نورس وبلطيم وصحراء الغربية وأكدنا للرئيس السيسي أن العمال تسير وفقا للبرنامج المقرر وأننا سنبدأ الإنتاج في نهاية العام الجاري أما الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية بوب دادلي فأكد أن مصر ستجني ثمار حراكها في مجال النفط والغاز خلال عامين على أقصى تقدير الرئيس السيسي تناول أدقة تفاصيل العملية حول خطط التنفيذ ومواعيد الإنتاج لدينا مشروعات ضخمة ومهمة يتم تنفيذها باستخدام تكنولوجيا حديثة وسيشهد عام 2017 و2018 بدء جني ثمار هذه المشروعات التقديرات البريطانية اتفق معها أيضا الجانب الروسي ممثل في شركة روز نفط حيث أبد الرئيس التنفيذي للشركة سيشن إيغر حماسا كبيرا للدخول في أعمال التنقيب والبحث بالحقول المصرية اليوم نفتح صفحة جديدة للتعاون مع مصر بالاشتراك في أعمال التنقيب والبحث بالحقول النفطية المصرية باتفاق الشركات الكبرى حققت مصر قفازات كبيرة تؤهلها لتكون العملاقة النفطية القادم باستثمارات تتخطى 100 مليار دولار الأمر الذي يضع مصر على الطريق الصحيح هو استعادة توازن المطلوب للنهوض بالاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر